تعالوا نبدأ أخبارنا ونروح لأول خبر هو من جوجل خبر بيقول جوجل تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي يعلم الروبوتات التخلص من القمامة وحل بعض المشاكل اليومية مع تطور التكنولوجيا بتعمل شركات التكنولوجيا طبعا الرائدة على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مبتكرة لحل المشاكل اليومية جوجل واحدة أكيد من الشركات الكبرى الضخمة اللي أمت بتطوير نظام للذكاء الاصطناعي لتعليم الروبوتات من وقت تأسسها بدأت شركة جوجل في جذب أنظار العالم بفضل طبعا التطبيق الرائع بتاعها الخاص بجوجل أكيد وبعد كده التطبيقات بتاعتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي باستخدامة جوجل التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات منها تحسين أكيد محرك البحث وتطوير السيارات ذاتية القيادة هي عاملة برنامج ما عنداش عربيات لكن عاملة برنامج الخاص بقيادة السيارات واحدة من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من اللي عملتها جوجل هي زي بقول لكم تطوير نظام بيعلم الروبوتات كيفية التخلص من القمامة وده أكيد واحدة من الإضافات اللي ممكن تكون مهمة جدا في حياتنا اليومية الذكاء ده أو النظام ده بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يدرب الروبوتات عشان يتعرف على أنواع مختلفة من القمامة وكمان كيفية التعامل معها بطريقة صحيحة وفعالة بتقوم جوجل بتطوير نظام ذكاء الاصطناعي بيعلم الروبوتات التخلص من القمامة بطريقة فعالة وده بيوفر التكنولوجيا دي بتوفر كتير من الفوائد المهمة بما فيها أنه مثلا الروبوت بيقوم بأداء المهمة بدلا من العمال البشريين وده بيقلل من احتمال وقوع حوادث في العمل والإصابات كمان بيتم تجهيز الروبوتات بسينسورز أو مجسات وبرامج بتمكنها من تفادي العوائق والتعامل بصورة آمنة في البيئة المحيطة كمان بتعمل الروبوتات بشكل آلي وسريع في جمع القمامة وده مفروض أنه بيحسن أكيد من كفاءة العمل وبيوفر الوقت والجهد كمان الروبوتات بتصنف وبتفصل النفايات بشكل دقيق وفعال وده أكيد بيساهم في زيادة معدل إعادة التدوير وخفض التلوث البيئة باستخدام تطبيقات زي اللي بتطورها جوجل دي تقدر الشركات والمجتمعات تستفيد من التقنيات المبتكرة عشان تحسن عملية التخلص من القمامة وتحافظ على نظافة البيئة ده واحدة من إضافات المهمة جداً اللي بتعملها شركة جوجل لكن تعالوا نفكر كده في الموضوع كنا بنتكلم شفت المقدمة في الأول اللي كان طالع كأنه بيستبدلني كتقديم لبرنامج هايتك وقلنا كتير أنه الذكاء الاصطناعي فعلاً هيستبدل بعض الوظائف لكن ما ظنش أنا شخصياً عمصار شخصي ما كنتش متخيل أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل أنه يستبدل العمال بتوع النظافة ربنا يبارك فيهم يحفظهم كلهم فقدمائنا لكن الناس دون نفسهم مهددين بسبب الذكاء الاصطناعي تخيلوا؟ طبعاً ده مش يحصل بكرة بعد بكرة ولا بعد سنة لكن لو ده بدأ يحصل فتخيلوا المجالات اللي ممكن يدخل فيها الذكاء الاصطناعي وقد يقوم باستبدال البشر فعلياً أو قد يحسن ويضيف للأداء البشر ترجمة نانسي قنقر